السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات سأحدثكم اليوم عن واحد من أهم المشروبات التي لا يعلم قيمتها للأسف عدد كبير من الناس الكركديه فوائده وطريقة تحضيره وآثاره الجانبية النادرة فوائد الكركديه لا تعد ولا تحصى أهمها واحد مشروب الكركديه يساعد مريض ارتفاع الضغط الشرياني في ضبط الضغط وخفض الضغط الانقباضي والانبساطي أي خفض الضغط الأعظمي والأصغري والدراسات تشير إلى أن مشروب الكركديه يتمتع بفعالية وازي فعالية دواء الضغط كابتوبريل ومشروب الكركديه يخفض الضغط بدون آثار جانبية في حين أن الأدوية الخافضة للضغط يمكن أن تؤدي إلى نقص كالسيوم وماجنزيوم وبوتاسيوم عند المريض اتنين مشروب الكركديه مدر للبول ويساعد في تخليص الجسم من السوديوم الفائض بدون أن يؤثر ذلك على البوتاسيوم لذلك المريض الذي يتناول مدر بولي يجب أن يستشير طبيبه قبل أن يتناول الكركديه ثلاثة مشروب الكركديه هو مضاد أكسدي رائع وهو يفوق الشاي الأخضر بذلك يفيد في الوقاية من سرطان المعدة وهو مضاد للالتهاب فعال جدا ضد البكتيريا والفيروسات ويمنع تموت وتهتك الخلايا ويساعد في إعادة بنائها ويقوي المناعة فهو غني بفايتامين سي أربع مشروب الكركديه يساعد في خفض الكوليسترول السيء LDL وخفض الدهون الثلاثية خمسة مشروب الكركديه مفيد لمريض السكري وأيضا لمريض الكبد ومريض الكليا الذين يعانون من نقص الزينك والكركديه يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لذلك هو مفيد لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين وأيضا الكبد الدهني والذين يعانون عادة من ارتفاع السكر بالدم وتناول مشروب الكركديه بعد طعام فيه كربوهيدريت ونشويات وسكريات يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم وأيضا يساعد على تحسين إفراز الإنسولين للوصول إلى مستوى طبيعي للسكر في الدم كما أنه يساعد في إنقاص دهون الكبد ستة مشروب الكركديه ونشط حركة الدم والدورة الدموية ويساعد في توسيع الأوعية الدموية فهو يحتوي على نايتريك أوكسايد الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم سبعة مشروب الكركديه مفيد للسيدات في سن الأمل واللواتي يعانين من هبات ساخنة بعد انقطاع الدورة الشهرية ويعانين من خلل هرموني فتناول الكركديه يساعد على تنظيم الهرمونات الأنثوية وتقليل الهبات الساخنة والتخلص منها تماني مشروب الكركديه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر فهو يساعد في تقويت الشعر والأظافر تسعة مشروب الكركديه مفيد في علاج التهاب المسالك البولية عشرة مشروب الكركديه يساعد في رفع مستوى الحديد والهيموغلوبين في الجسم لذلك هو مفيد للأشخاص الذين يعانون من نقص مستوى الحديد ومن أنيميا أو فقر الدم بعواز الحديد طيب ما هي الطريقة الصحيحة لتحضير مشروب الكركديه زهرة الكركديه حمراء داكنة وبمجرد نزولها في كوب الماء الساخن فالصبغات الحمراء الطبيعية الموجودة في الأزهار تتحلل وتصبغ الماء الساخن لذلك نقوم بتسخين الماء ووضعه في كوب وتوضع البتلات أو زهور الكركديه في مصفات صغيرة مصفات الشاي وننزل المصفات في الماء الساخن لمدة 8 إلى 10 ثواني فقط ونخرجها من الماء بعد ذلك بهذه الطريقة يكون مشروب الكركديه جاهز للشرب إذن بدون غلي فقط تنزيل المصفات في الماء الساخن 10 ثواني يجب عدم ترك المصفات أكثر من 10 ثواني لأن الزهور الكركديه غنية بالأقزالات وتركها لمدة طويلة يمكن أن يسبب رمال بولية ومشاكل في الجهاز البولي مشروب الكركديه يجب أن يكون خفيف وغير مركز كي نستفيد من فوائده فالكركديه المركز سيكون ضارا على الكلية والضغط والأيضام وعلى مستوى أجهزة الجسم بشكل عام والكركديه طعمه حامض لذلك إذا كان هناك رغبة بتحليته يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لكن يجب عدم تحليته بالسكر وهذا ما نقوله دائما عند تحضير المشروبات الساخنة طيب ما حقيقة أن تناول مشروب الكركديه الساخن يسبب ارتفاع ضغط الدم البعض يتحدث عن خطورة تناوله ساخنا خشية ارتفاع ضغط الدم وأن تناوله باردا يخفض ضغط الدم لكن هذا كلام عام شائع بين الناس ولا يوجد دراسات علمية حول ذلك فالكركديه يضبط مستوى ضغط الدم من خلال توسيع الأوعية الدموية لإحتوائه على مادة النايتريك أوكسايد الشخص الذي يتناول الكركديه ويشعر بارتفاع درجة حرارة جسمه وتواهج في وجهه وحرارة في رأسه وأطرافه هذا الشخص لم يتحمل هذا النوع من الغذاء يعني عدم تحمل وعدم تقبل لهذا النوع من الغذاء أو الشراب وجسمه تحسس ولذلك يجب أن يمتنع عن تناوله هذا لا يعني أن الكركديه قد رفع ضغط الدم عند هذا الشخص وهذا الأمر يمكن أن يحدث عند تناول أي نوع من الغذي طعام أو شراب والحل يكون بالابتعاد عنه وهذا الأمر يردده بعض الأشخاص أيضا عن الزنجبيل وكما قلت الأمر ليس ارتفاع في الضغط ضرر الكركديه على الكبد والصحة يمكن أن يكون عندما يتم تناوله بكميات كبيرة جدا وبتركيز عالي ولمدة طويلة جدا فالكمية المعتدلة والطبيعية التي يمكن تناولها كل يوم أو كل يومين من مشروب الكركديه هو كوب واحد فقط 200 ملي لتر وبدون سكر الفائدة تكون دائما في الاعتدال والقاعدة تقول الاكثار من الشيء المفيد يصبح ضار الأشخاص الذين يعانون من سيولة الدم وأمراض نسفية أو يتناولون مميعات ومسيلات للدم يجب أن يبتعدوا عن تناول الكركديه السيدات الحوامل يفضل أن يبتعدنا عن تناوله فليس هناك دراسات حول تأثيره على الحمل هذا هو الكركديه وهذا هو مشروب الكركديه ما له وما عليه فوائده العديد وطريقة تحطيره الصحيحة وآثاره الجانبية وأضراره القليلة أخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة من يرغب بالتواصل معي يمكن التواصل فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهب أحمر فيه واتس أب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة ومتكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص شاهدوا الفيديو أكثر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر